اشتركوا في القناة التي ذات العلاقة بشكل مباشر نحو التحسين والتحسين المستمر وتطبيق معايير الجودة الشاملة تحتاج إلى فريق فريق متخصص يحمل هم هذا المشروع الذي يراد به الارتقاء بالمؤسسة عادة يكون طبعا هذا الفريق مكون من تخصصات إدارية أو تخصصات صنية بالاعتماد على طبيعة المشروع أو البرنامج الذي سيتم من خلاله اختيار أشخاص والقيام بمهمات معينة فكان لو كان التوجه نحو مشاريع ذات طابع إداري أو تخصصية إدارية فيكون الفريق بالعادة من الإداريين أو يعني يخرجي التخصصات الإدارية والممارسين أيضا أو الممارسون للمهام الإدارية في المؤسسة المراد الارتقاء بها وتطبيق مشاريع الجودة أو برامج الجودة كذلك لو كان المشروع ذات طابع فني له علاقة بأخصائيين أو عفوا له علاقة بطبيعة فنية له علاقة بمهمات فنية زي الارتقاء على سبيل المثل في مكافحة العدوى على سبيل المثال بحاجة إلى تخصصات فنية من أطباء من ممرضين من تخصصات ذات العلاقة من صيادلة من أخصائيين تحليل طبية وما إلى ذلك من التخصصات الفنية أصحاب من أصحاب العلاقة حسب طبيعة المشروع المراد التعامل معه ربما يكون الموضوع متعلق بجانب إداري وجانب فني زي لجنة السجلات الطبية على سبيل المثال فنكون بحاجة هنا إلى إخصائيين فنيين تمام وإلى إداريين كلهم حسب طبيعة التخصص يكونوا من أعضاء الفريق في بعض من المؤسسات تختار فريق الجودة ويكون من خارج المؤسسة وفي بعض الغالب يكون من داخل المؤسسة في كل الحالتين ليست الإيجابية الكاملة المطلوبة الأفضل أن يكون من داخل المؤسسة بوجود أيضا استشاريين من خارج المؤسسة في حال أنه كانوا استشاريين من خارج فهو عبارة عن إضافة نوعية ولكنها ستنتهي بانتهاء الفريق اللي جاييني من خارج المؤسسة بينما إذا كانت الخبرات هي أو هذا الفريق من داخل المؤسسة فقط فهنا يتم الاعتماد فيه على فريق ذو خبرة من داخل المؤسسة ولم نستأنس بخبرات الآخرين من مؤسسة خارجي لذلك فالاختيار الأمثل للفريق أن يكون من داخل المؤسسة مع وجود استشاريين من خارج المؤسسة فهنا نكتسب الخبرة الخارجية مع تعظم الخبرة الداخلية ونحافظ على استمرارية وجود الفريق وأثر الإيجابي للفريق ولا ينتهي بانتهائه أو انتهاء إعارة أو استقدام الخبير أو الاستشاري من خارج المؤسسة أيضا مهم جدا في اختيار أعضاء الفريق عدم النظر إلى السلم الإداري بينما النظر إلى القدرات والإمكانيات الكفاءة النظر إلى إمكانية توافر الوقت لحضور الاجتماعات والمتابعة والإشراف الميداني في حال كان مطلوب منه أيضا أنه يكون لديه متسع من الوقت للعمل ضمن الفريق وكذلك التدريب قبيل العمل هذه تعتبر مفاهيم عامة فيما يتعلق بموضوع الفريق واختيار الفريق اختيار فريق الجودة الأفضل في اختيار الفريق الجودة أن يكون من أربع اتجاهات يعني مكان أو قسم تمام يعاني من مشكلة قسم ثاني هذا يختار منه أعضاء قسم ثاني يعتقد أن يكون سبب مباشر ومساهم في حدوث المشكلة قسم ثاني يعتقد أنه هذول الأشخاص أو هذا الفريق اللي موجود فيه ممكن يكون هو يعني معوى البناء نحو وضع الحلول وتصميمها من أجل طبعا اللي هو تجاوز المشكلة وتطوير الجودة والمجال الرابع أو القسم الرابع أو الفئة الرابعة أنه يكون من أقسام استشارية تمام هذول بيقدموا عملية اللي هو النصح وكيفية التعامل وممكن تكون لهم خبرات سابقة في مشكلات مثيلة بالمشكلة اللي احنا بنحاول نعالج فيها وصار عندهم خبرة تمام ممكن الاستعانة فيهم وقد يكون هذا الفريق الاستشاري ممكن يكون من خارج المؤسسة وبالنظر بداية إلى الاختيار أنه أقسام تعاني من المشكلة والهدف من هذا القسم يعني لو افترضنا أنه هناك قسم تمام الحضانة على سبيل المثال بيسجلوا حالات أطفال أو حديثين ولادة عندهم اللي هو عدوى باستمرار مايكروب عمال بنعمل من خلال فحص المزرعة والحسية بيلاقي معظم الأطفال العمال اللي بيدخلوا هالأقسام الحضانة أو حديثين ولادة بتظهر عندهم العينة إيجابية يعني موجود هذا المايكروب فهناك مشكلة في سبب بدنا نتعرف عليه فهذا القسم الهدف من خلاله يستفاد من وجود أعضاء أو ممثلين عن هذا القسم كفريق بيحددوا أعراض المشكلة هم بيعانوا من إيش تمام بيحاولوا يكونوا مصدر للإفادة نحو جمع المعلومات الوافية من خلالهم وكذلك يعني ربما اقتراح بعض الحلول الأقسام اللي يشتبه أنها تكون مصدر من مصادر وجود المشكلة اللي إحنا عمان إحنا بندرس فيها هدول الهدف من خلالهم طبعا محاولة من خلال مرشحين أو ممثلين عن القسم هذا محاولة التعرف على يعني تتبع أصول المشكلة وأجذور المشكلة من أجل التعرف على الأسباب التي قد أدت إلى هاي المشكلة محاولة الاستزادة في جمع المعلومات وطرح بعضا من الحلول إنما الأقسام اللي موجود فيها أقسام الجودة هدول من دورهم طبعا بناء على الحلول الفنية المخترحة من القسمين أو ممثلين القسمين اللي بيعاني من المشكلة أو اللي يعتقد أنه مساهم في سببها هنا القسم الجودة بيحاول أنه يصمم اللي هي الحلول مع الفريق السابق والأقسام الاستشارية قلنا ممكن يكونوا أصحاب خبرات سابقة ممكن يكونوا من داخل المؤسسة ومرت عليهم مشكلة شبيهة أو نفس المشكلة سابقا وصار عندنا حصيلة معرفية وخبراتية أو قد يكونوا من خارج المؤسسة كاستشاريين ويستفاد من الخبرات ابتبعتهم نحو تقديم معلومات تمام نوعية حسب نوع المشكلة المراد تجاوزها بالعادة أعضاء الفريق مش لازم يقلوا عن 8 ومش لازم يزيدوا عفوا يقلوا عن 6 ويزيدوا عن 8 أعضاء الفريق أعضاء الفريق بتكون لازم يكون فيه رئيس وميسر سكرتير أو ما يسمى ممكن يكون أمينسر وأعضاء ممكن يكونوا 2 3 4 أو 3 عفوا أو 4 أو 5 تمام المهم أن يكون السقف بتبع الفريق بشكل كامل 6 إلى 8 أشخاص والهدف من محدودية العدد أنه ما يكون فيه نوع من تشتت لإدارة الجلسة أو يعني 2 أو 3 يكونوا بتناقشوا فيه نقطة معينة على حساب النقطة الجوهرية الأساسية ويؤدي إلى طبعا يعني ضياع الهدف الرئيسي والوقت اللي عمال إحنا بنحاول نبرمجه من أجل الاستفادة من أعضاء الفريق الأول رئيس فريق الجودة بالعادة هو الرئيس وهو عضو ضمن هذا الفريق ولكنه يكلف بمهام الرئاسة مسؤولياته أنه يحدد جدول الاجتماع إيش النقاط اللي إحنا بدنا إياها وممكن يوكل للسيكرتير طباعة هذه النقاط وتوزيحها على أعضاء الفريق ضمن الأجندة المطلوبة مهم جدا أنه بيقوم بتحديد التاريخ ووقت بداية الاجتماع وكذلك انتهاء الاجتماع ويعني يقوم بتحفيز أعضاء الفريق للاستفادة منهم بشكل دائم ومستمر تحديد الواجبات وتوزيحها على أعضاء الفريق ويعني التأكد من أنه إحنا فريقنا يعني يؤدي الهدف المنشود وما بنطلع عن خارج اللي هو النقاط اللي إحنا بدنا إياها طبعا إذا كان الموضوع يعني المشكلة فنية رئيس الفريق بالغالب هو بدي يكون من الأقسام الفنية أو الأقسام العلاجية إذا كان الموضوع له علاقة بجانب إداري بحث على سبيل المثال نظام ازدحام عدد اللي هو الحالات المراجعين أو نظام المواعيد فبدي يكون يعني متخصص في الجانب الإداري الثاني سكرتير فريق الجودة أو بقوله عنه أمين سر فريق الجودة طبعا هذا بيقوم بطباعة وتحضير جدوى الاجتماعات التواصل مع عداء الفريق من خلال الرسائل أو الاتصال تلفونيا لإعطاء الموعد وتحديد التأكيد على الموعد المراد الاجتماع به لفريق الجودة ممكن يعمل له محضر الاجتماع ويوزع المهام ويذكر بتوزيع المهام بالعادة بتم اختياره من أعضاء الفريق أو ممكن واحد من حابب يتطوع يكون أمين سر اللي هو الفريق ممكن طبعا بهاي الطريقة اللي بتم اختياره فيها أو ممكن يعني يجس كثير هو خصوصا إلو علاقة بهذا العمل ويكون من ضمن أعضاء الفريق يضاف إلى الفريق إضافة العضو الثالث اللي هو الفسليتيتر أو ما يسمى بالميسر وهذا يعني بدي يكون عنده مهارات ومعرفة في مهارات كيفية مبادئ تطوع طرق تحصيل الجودة وآليات اللي أخدناها بالفصل الخامس والسادس في يعني طرق حل المشكلات ومتابعة حل المشكلات واستخدام المنهجيات المختلفة في حل المشكلات يعني عنده معرفة باللي هي الجودة وتفاصيل العمل الجودة إنه عنده مهارات في الاتصال والتواصل عنده قدرة على التدريب لأعضاء الفريق وأعضاء آخرين ممكن يكون بحاجة إلى تدريبهم هو مش عضو بس هو كمان ممكن يمثل الفريق في اجتماعات أخرى من أجل طبعا تحسين الجودة وحل المشكلة المراد حلها وتجاوزها من مسؤولياته بحسب خبرته ومعرفته في إدارة الجودة وتحسين الجودة أن يقدم ملخص عن الهدف من هذا الفريق الذي تم إعداده وتشكيله من أجل مشروع معين ووضع لهم الفريق وأعضاء الفريق سواء من داخل أو خارج المؤسسة في أهداف ومهام المؤسسة نفسها اتنين تقديم المساعدة في بناء الفريق يعني كيف إحنا نحافظ على حاجة اسمها team spirit أو روح الفريق كيف إحنا ممكن نتناقل الخبرات ونتشاركها مع بعض من أجل اللي هو الاستفادة فهذا بدي يكون طبعا بناء على خبرة وعلى علم درسه المساعدة في فتح نقاش حول المواضيع ذات العلاقة بالمشروع اللي إحنا نتوجه من أجل تحسين معين أو حل مشكلة معينة ومن خلال طبعا يعني فتح نقاش حول مواضيع التدريب وكيفية يعني لها كيف لها فائدة ومردود إيجابي على الفريق أو على العضاء المؤسسة وبالانطباع الكامل اللي ممكن ينتقل عن اللي هو المؤسسة نفسها نحو التحسين والتحسين المستمر كمان مساعدة رئيس فريق الجودة من خلال يعني التأكيد والحث على الحضور وعدم التأخر عن الاجتماعات وإعطاء هذا الاجتماع وتلك وذلك الفريق يعني طابع من الاهتمام البالغ الأهمية ويعني مراعاة هذا الأمر يحافظ على أنه يعني بمساعدة رئيس الفريق تقليل نوع الستورميق اللي هنحكي عنه كمان شوي اللي هي العصف اللي بكون فيها نوع من التنافر ما بين أعضاء الفريق من خلال تطوير طبعا علاقات الإنسانية حتى ما يكون في هذه جو اجتماعات الفريق جو من المناحسة أو المنافسة الغير شريفة أو يكون فيها نوع من المشكلات والصراعات اللي ستبدد الهدف من خلال وجود الفريق كتابة التقرير النهائي ورفعه من خلال طبعا والتشاور مع رئيس فريق الجودة يعفر رئيس الفريق لفريق الجودة وللإدارة أيضا مراقبة الحاجة لمعرفة إضافية إذا كان إحنا بحاجة إلى معلومات إضافية من الأقسام من الأقسام ذات العلاقة أو من الإدارة وما إلى ذلك تنشيط المشروع المتعطل يعني كل ما أنه عندنا فريق مثلا لمكافحة العدوى أو عندنا فريق لتطوير الجودة كل ما لقينا أنه هذا الميسر من دوره أنه ما فيش نوع من التواصل في نوع من فترة الخمول أو الكمون وما فيش فيها نوع من الاهتمام والإدلاء بالدلوء المناسب بما يرتقي في المؤسسة ويحسن من أدائها ويتجنب وجود المشكلات ويعالجها بحاجة أنه يقوم بعملية اللي هو التنشيط والتنشيط المستمر من خلال التواصل مع أعضاء الفريق ورئيس الفريق والإدارة أيضا مراحل بناء الفريق في عندنا أربع مراحل مرحلة التشكيل سموها الفورمينغ والعصف استورمينغ والنورمينغ مرحلة اللي هي تشكيل المعايير أو القبول لبعض وبداية اللي هو يعني ما تسبق مرحلة البرفورمينغ أو ما تسمى بمرحلة الإنجاز هاي المراحل الأربعة هي مراحل تشكيل الفريق وهذه المرحلة يعني فيها انتقال من مرحلة أن تكون أنت فرد لوحدك إلى أن تصبح عضو ضمن مجموعة فيها نوع من يعني الإثارة إشي جديد بدي يتغير من عمل فردي إلى عمل جماعي يتبادل في المعارف والخبرات والآراء مع الآخرين فيها نوع أيضا من الشك والخوف والقلق أنه يعني ممكن أكون قفء مثلا لهذا المكان أو ممكن يكون في أفضل مني ممكن أكون أنا إسهاماتي ما تكونش مثلا إيجابية ربما يكون فيها نوع من اللي هو يعني حديث النفس بهيك شغلات وهذه تعتبر من الشغلات الطبيعية وهانا يعني بحاول أنه يحددين مهام إيش المطلوب منها وبتلاقين بروح بيدرس براجع و بيفتح النت و بجيب مراجع و بكتب شوية ملاحظات و بيعبفها دماغي بتبعه حتى يكون فيه إلو يعني إسهام مناسب و كمان بحاول أنه يكون الأسلوب بتبعه إيش هالسلوكيات اللي أنا ممكن أسلوكها يقبلها الآخرين مني و ما تكونش فيها نوع من اللي هي النفور أو السلبية المرحلة الثانية هي مرحلة الستورمينج أو مرحلة العصف و مرحلة العصف هاي تعتبر أصعب مرحلة في مراحل تشكيل الفريق لأنه قلنا الآن صار هو عضو بالفريق جبل في التشكيل كان متردد لسه على الباب اليوم هو دخل داخل أو صار ضمن هذا الفريق في حضيرة هذا الفريق فهو يعني ربما أنه يكون فيه حدة ربما يكون فيه عصبية ربما أنه يحس أنه إحنا ما قدمنا إشي عمال بنضيع وقت ليش؟ لأنه في بدايتها فيها نوع من نفور الفكرة من الآخر عدم قبولها زي ما أنت بتقبلها من حالك فكل واحد يعني ممكن يكون فيها نوع من اللي هي التحدي فيها نوع من مقاومة المهام نفسها فيها كتير من التململ واللوم لأنه إحنا بنقول يعني إحنا هضيعنا فترة من الزمن وما أنجزناش ليش؟ لأنه كل واحد ممكن يكون متعصب عند الفكرة ابتبعته وهي بيكون فيها نوع أحيانا من الجدال كل واحد بحافظ على أو عفوا بدافع على الموقف ابتبعه وبيحاول ما يقبل موقف الآخر كتير بركزه على قائد الفريق بالخمو أحيانا ممكن يحطه أشياء يعني غير واقعية مثلا تكون مناسبة في دولة أوروبية أو دولة متقدمة لأنه عنده الإمكانيات والموارد لكن في بلد نامي وبلد تحت الاحتلال زي فلسطين ممكن ما تكون هاي متوفرة اللي هي الإمكانيات والموارد فهذه طبعا بتخلق نوع من اللي هو الجدال وعدم القبول ما بين بعض أحيانا في شعور خفي بالغيرة أنه ممكن تقبل فكرة فلان على حساب فكرة فكرتي أنا فهذا بيكون فيها نوع من طبعا اللي هو يعني دافع نحو عدم قبول الفكرة نفسها مرحلة الثالثة هي مرحلة التشكيل أو مرحلة أنه بنهدى بيبطل فيه نوع من العصف وعدم القبول فيه صير فيها نوع من تشكيل اللي هي معايير فريق العمل يعني فيها نوع من الحالة الطبيعية بتكون سائدة بنفقد فيها نوع من اللي هو الانتقاد لبعض بنصير نقبل بعض أنه إحنا فريق كل واحد فينا فرد أو عضو في هذا الفريق ولكننا نشكل كأننا نشكل شخصية واحدة بيكون فيها نوع من الارتياح وفيها نوع من اللي هي القبول وفيها نوع من الانسجام بيصير فيه نوع من تقبل الآخر السلوكيات فيها محاولة تحقيق التناسق تمام ممكن ندافع عن فكر بعض بيبطل فيها نوع من النفور أو فيها نوع من الصراع العلاقات بتكون فيها يعني نوع من المودة وفيها نوع من النقاش البناء والنقاش المفيد اللي ممكن يقعود بالإيجابية على الفريق المرحلة الرابعة هي مرحلة الإنجاز مرحلة البرفورمين وهاي طبعا بيكون الفريق اكتمل بكامل أركانه واكتملت الفكرة ابتبعته وظهرت إمكانياته فبيبدأوا يضعوا اللي هو المشكلة والتعرف على المشكلة وأسباب المشكلة واقتراح الحلول وبدائل الحلول واختيار التدخلات الملائمة والمناسبة اللي ممكن تكون يعني أفضل نحو حل المشكلة وتعاظم الإيجابية تمام بيخصير فيها دعم لي نقاط القوة وتجنب لنوع من لقاط الضعف اللي قد تكون أو المشاكل اللي ممكن تكون في اقتراحات من بعض الزملاء أعضاء الفريق فيها نوع من يعني الفخر أنه إحنا استطاعنا أن ننتقل من حالة الفردية إلى حالة العضوية ضمن فريق وإحنا عمال عائب ننجز تمام؟ فيها نوع من القبول والرضا بين الأعضاء مثل ما حكينا طيب أنشطة فريق الجودة أول حاجة العمل على برامج الجودة نحو التحسين والتحسين المستمر وكذلك حل المشكلات في حال وجودها ويعني برامج حل المشكلات ومنهجياتها شرحناها في إحدى الفصول السابقة ربما الفصل الخامس فأنا مش هأرجع إلها ولكنهم يعني في عندهم يعني توجه نحو التعزيز التعرف على المشكلة لما يشكل خمسين في المئة من الحل هو التعرف على المشكلة واقتراح الحلول بينما ولا يقوم يعني يفضلوا في مرحلة اللي هي يعني العلاج للمشكلة ألا يصمموا العلاج ليش؟ لأنه ربما في التنفيذ تختلف الأمور ولكن ممكن يضعوا إطار عام وناظم لكيفية وضع اللي هي الحلول والمخترحات ولكن ترك آليات التنفيذ وتصميم التنفيذ إلى الفريق اللي بدي يقوم بمعالجة وحل المشكلة في الميدان ولكن من دورهم هو تكثيف جهود المراقبة والمساعدة لأعضاء اللي هم أو الأشخاص المكلفين في التدخلات العلاجية لمعالجة المشكلة المفترضة كمان دورهم التأكيد على التدريب والتدريب المستمر نحو كيفية تنفيذ البرامج العلاجية اللي هم اقترحوها وكذلك تصميم وتطبيق نظام المتابعة والمراقبة اللي سمناه نظام المناطرة من الأدوار أيضا والأنشطة حضور الاجتماعات أهداف من حضور الاجتماعات متابعة تنفيذ المشروع الجودة والتأكد من السلوك ونهج المنهجيات اللي وضحها فريق الجودة وتوقع التكاليف ودراسة التكاليف المتوقعة أيضا والمطلوبة ذات العلاقة بالجودة وفريق ثاني أو جزء ثاني من أهداف حضور الاجتماعات هو مناقشة كيفية تتمام تحسين الجودة وتطبيق برامج الجودة وحل المشكلات بشكلها أيضا من الأنشطة كتابة محاضر الاجتماعات وهذه طبعا يعني أي شيء يكتب يحاسب عليه ويحاسب عليه ويمنع اللي هو يعني حالة النسيان وفقدان اللي هو ما تم التوصل إليه من خلال جلسات وهاي طبعا كتابة المحاضر ممكن الرجوع إلها ممكن كمان الرجوع يعني إلى تذكير الأشخاص اللي يكلفوا على سبيل المثال بموضوعات معينة خلال اللي هي جلسات فريق الجودة من أجل المتابعة والإنجاز المطلوب من الأنشطة أيضا كتابة تقارير التحسين وهاي ممكن تكون يعني تعتمد على طبيعة الموضوع ربما تكون التقارير أسبوعية شهرية ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية وربما تكون كلهيتها هاي تعتبر يعني من ضمن التقارير التكتب مش فقط شهري وكمان بدنا ربع سنوي وبدنا نصف سنوي وبدنا سنوي والهدف من خلالها هو ضمان سير العمل وفق الخطط الموضوعة حسب فريق الجودة اللي هو وضحها من أجل اللي هو الخطة المستقبل إطلاع المدراء على ما يجري من أنشطة ومهمات ومقترحات ورؤى تمام من فريق الجودة من أجل إطلاع اللي هو المدراء كذلك إعطاء الفرصة للإدارة العليا بالإطلاع على يعني الأنشطة تمام وهذا بكون من خلال التقارير السنوية بنحكي طبعا بحكي على مستشفى ممكن يطلع عليها اللي هو مدير المستشفى وأعضاء الفريق تمام أو خلينا أقول السلم الإداري اللي موجود في المستشفى لكن لما بحكي على تقارير سنوية إحنا بنخاطب فيها اللي هي مش المستشفى بس الإدارة عاملة المستشفيات والوزارات وربما نخرج عن إطار وزارة الصحة إلى طبعا المؤسسات ذات العلاقة تمام من أجل طبعا إطلاعهم على اللي هو فعاليات الإنجاز اللي هم بيقوموا فيها ساية طبعا بتم كتابة اللي هو مسودة وهذه بيقوم فيها السكرتير أو الأمين السر تمام اللي بيقوم بكتابة هاي المسودة وبتم إطلاعها طبعا على توزيح على إعضاء الفريق الجودة وإعطائهم وقت كافي من أجل طبعا مراقشتها عفوا قراءتها ومراجعتها ومن ثم بيكون فيه اجتماع لمناقشة هاي اللي هي المسودة إذا كان فيه نوع من التعديلات أو يتم القبول عليها أو التعديل ومن ثم القبول وهاي طبعا بتغطي كل شيء له علاقة بأنشطة الجودة ومقترحات الجودة ويعني آليات استعمالهم أو استخدامهم لمنهجيات حل المشكلات وكيفية وضع الفرضيات للحلول أو فرضيات المشكلات كيف وضعوا هما الحلول وبدائل الحلول إيش هما اقترحوا من أفضل حلول وممكن يستخدموها التوصيات بتبعتهم إذا كان واجهتهم بعض اللي هي المشكلات سواء الإدارية أو الفنية أو المالية أو ما إلى ذلك وما هي رؤيتهم للخطط التقبلية من خلال وضع الخطط أو من خلال عفوا وضع اللي هي التوصيات ذات العلاقة بالموضوع النشاط الثامن وعفوا الخامس من أنشطة فريق الجودة هي كتابة التقرير النهائي وهنا بتم طبعا تلخيص فيه كل ما تم إنجازه من لحظة بداية تشكيل الفريق أو فكرة الفريق مرورا بتشكيل الفريق والأنشطة والاجتماعات والمهمات اللي قاموا فيها والنتائج اللي تم تحصيلها من وراء هذه اللجنة أو هذا عفوا الفريق بتم كتابتها بشكل موثق وترفع إلى الإدارة العليا من أجل الاطلاع عليها والاعتمادها قام للإدارة العليا بتم لطلاعها فريق الجودة في لجنة الجودة وحنحكي عن الفرق ما بين فريق الجودة ولجنة الجودة فريق الجودة ربما يكون هو فريق دائم موجود من أقسام إدارية أو فنية أو فنية وإدارية بكون موجود فيها هذا الفريق وبشكل بينما اللجنة هي ذات مستوى أعلى ممكن تكون من الإدارات أو يعني من كافة الإدارة يعني عندي إدارة عمل مدير المستشفى وفيه عندي المدير الطبي وفيه مدير التمريد ومدير الصيدة ومدير الأشعة ومدير اللي هو المختبر ومدير التمريد ومدير الإداري فممكن يكون إعضاء اللجنة ممثلين من المستوى الإداري ويرأسهم المدير العام تمام أو مدير المؤسسة نفسه أو رئيس مجلس الإدارة هاي بتكون هي مرجعية بكون لهم اجتماعات يعني بما لا تزيد عن ثلاث شهور يعني ربع سنوية هاي بتاخد الرؤى للفريق الجودة وبتكلف فريق الجودة وبتتابع فريق الجودة فهذا المقصود في التقرير النهاية أنه يتم رفعه بداية إلى مجلس الجودة أو ما يسمى بلجنة الجودة ومن ثم يتم رفعه إلى الإدارة العليا كيف ممكن يكون الفريق فعال فريق الجودة فعال أول حاجة في نوع من الثقة المتبادلة ما بين الأشخاص أنا بقبل رأيك وانت بتقبل رأويي أنا بابني على رأيك إذا كان طبعا صواب مش مجملات على حساب أنه يكون فيها نوع من الخطأ ما بحس بحساب لما أنا بأنتقدك لأنه أنا وانت كلهيتنا يعني نتبادل الفكر والرؤى من أجل التحسين فما بيكون فيها نوع من الانتقاد أو أني أحسي بحساب أني ما اتفقت معك في نقطة وانت اتفقت معاي في نقطة أخرى تمام؟ فيها نوع من الدعم المتبادل لأعضاء اللي هي الفريق من خلال طبعا يعني التشجيع عدم تعزيز جانب الخجل أو القلق أو أنه يطغى فلان على فلان برأيه يعني فلان أنه يكون له دائما مساهمة ورأيه الآخرين ما فيش هذا بحد ذاته يعتبر يعني من الأمور الإيجابية في حال تجنبها وتعزيز فرصة الإسهام والحديث وتقديم الرؤى من شخص إلى آخر هاي تعتبر من الأمور الإيجابية وتجعل الفريق فعال التواصل ما فيش نوع من الحواجز ما بين أعضاء الفريق فيه نوع من الثقة فيه نوع من الدعم المتبادل تمام ما فيش فيها نوع من الإحراج لأعضاء الفريق فيه نوع من الإيجابية أيضا أهداف الفريق يعتمد الفريق أهداف واضحة أنه إحنا جايين أو ضمن فريق مكافحة العدوى على سبيل المثال أو فريق تحسين الجودة أو فيه عندنا مشكلة معينة أو عندنا مشروع معينة نحن نسعى كلنا من أجل الارتقاء بالمؤسس نحو تجنب هذا هذه المشكلة بكون الهدف يعني يتبنى الجميع الجميع يعني على قلب رجل واحد حل الخلافات في حال وجود طبعا يعني الاختلاف في رأي معين ما اتفقناش عليه ربما أكون أنا صوابي قراري صواب لكن لم يتفق عليه الجميع أو قراز رأي خطأ ويتفق مع أحد ويرفض الآخر بحد ذات يجب ألا تؤثر على طبيعة العلاقة الاجتماعية والإنسانية ما بين الأشخاص زي ما بقوله الاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية استخدام مصادر الفريق يعني مصادر مقصود فيها يعني شخصيته معرفته النصائح الإد يعني إعطاء الفرص للآخرين تمام قبول قبول الرأي تمام والرأي الآخر تمام أيضا مما يجعل الفريق فعال الطرائق المنظمة والمقصود فيها أنه إحنا يعني جماعة على قدر عالي من الإمكانيات والقدرات وناس متعلمين وفهمنين وفيه عندنا نوع من القبول فيه عندنا نوع من استخدام منهجيات علمية في النقاش تمام فيش فيها نوع من الإزحاق أو نوع من النفور تمام في نوع من القبول ما بنحتاج أنه حدا يتابعنا ولا يراقبنا ولا يجي يدور علينا ولا يسمع أصلا صوتنا تنظيم البيئة هي آخر نقطة من نقاط كيفية يعني أن نحافظ على أن يكون الفريق فعال من خلال تنظيم البيئة وهذا من خلال طبعا احترام آراء الآخرين وقبول الاختلافات الفردية بين الأشخاص يكون فيه نوع من المناخ الحر والمدعوم والمنفتح اللي بيحافظ على قبول الآخر وقبول فكرة الآخرين طيب بناء الثقة من خلال مجموعات العمل يعني criteria for group competence معايير كفاءة المجموعة في مجموعة أبحاث خلصت إلى أنه حتى يكون هذا الفريق فيه نوع من البناء ومتقدم في عطاء وفعال أنه يكون فيه مساهمة مشاركة عفوا من الجميع كل أعضاء الفريق الناس الأكثر يعني qualification أو عندها مؤهلات أكثر وخبرات ومعارف أكثر تميل إلى أن تكون هي القائد للفريق ليس المسؤول بسلم إداري بينما المؤهل أكثر بمعارف وخبرات وشهادات تمام نعرف إيش اللي بدنا بيقول ليس المطلوب ماذا نعمل ولكن كيف بدنا نعمل إحنا عارفين إحنا الهدف من الفريق مشكل وواضح لكن كيف إحنا بدنا نشتغل على حل هذه المشكلة مشكلة اللي هو تأخر وصول العينات مشكلة اللي هو الازدحام في العيادات الخارجية تمام الفريق يعرف بوضوح أهداف العمل ابتبعته ويستطيع أن يوجد مناخ بناء يساعد على اللي هو وضع الحلول والبدائل قادر الفريق على حل الخلاف ما بين أعضاؤه بشكل مباشر من خلال خلق مناخ حر ومدعوم ومنفتح ومناقشة يعني فيها نوع من قبول الآخر قادر على العمل بصراحة والتعامل بصراحة ما بين أعضاء الفريق هذا يعني واضح لما بكون فيه نوع من ردة الفعل تظهر على التعبير الوجهية فممكن نعالج الاختلاف بشكل شريع بالعادة أنه هذا الفريق القرارات بتبعته حائزة على أو ما يسمى بالإجماع النقاط يعني تدلل على كفاءة عمل الفريق وإنجاز الفريق نكتفي بهذا القدر في فصل بناء الفريق ويعني ما تبقى من الفصل اللي بتقرأ أو لوحدكم لأنه فيه نوع من التكرار بشكل كبير فيما تم شرحه سابقا نلتقي إن شاء الله بالفصل التاسع نتحدث فيه عن الأكريديتيشن أو ما يسمى باعتماد المؤسسات ترجمة نانسي قنقر